من بعد أيام قليلة سنستأنفو العمل دينا إن شاء الله وخاصنا نبقو من التزمين بالإجراءات الصحية والوقائية مرحبا بكم معنا اليوم سنتكلمو على امتحانات الفيرمي كيفما كتعرفو مع الظروف اللي كتعيش بلادنا مع فيروس كورونا توقفات الامتحانات في قاعدة سيغوز ديمين مراكز تسجيل السيارات واحددات الوكالة الوطنية لسلامة الطرقية نارسة موعد جديدة باش يدوزوا هاد الامتحانات بكل أمان قبل ما ندخل المركز تسجيل السيارات خاصتني نجي في الموعد اللي اعطتني مؤسسة تعليم السياقة ديالي ومنساش نكون دير الكمامة ونجي معي السيلو ديالي ونعقمي ديال بالمعقيم ونتبع التعليمات والإرشادات ديال المسؤولين وكذلك الإشارات لقدامي ونحتارموا مسافة الأمان مع بعضياتنا قبل ما ندخل قاعدة الامتحان غادي ياخدوا لي صورة وبعد ما يتأكد المسؤول على الامتحان من الهوية ديالي سندخل ونقلس في الكرسي اللي مخصص لياه ودي ملك مامة ديرها كي نحمي راسي ونحمي الغير من بعد ما ندخل الامتحان جاء الوقت لكي نعرف النتيجة لكن خاصتني من نظم الكرسي حتى يطلبها مني المسؤول ومنين يعطيني النتيجة ديال الامتحان نغادر مركز تسجيل السيارات بلا من سبب الزحام في القلوارات ونخلي مسافة الأمان بيني وبين الناس كيف لا تبعتوا بخطوات بسيطة وسهلة دوس الامتحان ديالي وأنا محترم جميع الإجراءات الوقائية نارسا كتصار دائما على حمايتكم وسلامتكم باش تقدم لكم أحسن خدمات نتعاونوا جميع باش نحاربوا هاد الوباء ونقضوا أغردنا بكل أمان وبلا زحام وزارة تجهيز والنقل واللوجستيك والماء نارسا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سلامتكم أولويتنا